أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية عن المحتجزين قبل عملية الاستعادة التي قامت بها إسرائيل أمس ذكرت صحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول كبير بالجيش الإسرائيلي أن فرق جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ظلت موجودة في إسرائيل طوال الحرب لمساعدة المخابرات الإسرائيلية في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين